أهلاً ميساء. طبعاً نحية على سعيد. النهاردة نكون معاكم برهاز الخبر الجميل. أنا أريد أن أبدأ بس أقول أنه إحنا تقريباً بنبدأ نكتب الفصل الثالث من حياة الشركة الشرقية. شابتر ثري أو اللي هو المهم في حياة الشركة هو الانطلاق القادم بإذن الله. إحنا بشركة محلية ومسلطرين على السوق وقوطنا ووهودة محلياً. بتحركنا بوجود جلوبل ودخلها 30%. والنهاردة بحينا نتكلم على العالمية. وزي تتحول الشركة الشرقية وهي الأكبر في المنطقة في سوق الدخان أو سوق التابل. مع الأكبر عالمياً وهي في فليم موريس في نفس الصناعة. إحنا نحية بنتصور أنه دي خطوة مهمة جداً وقوية جداً. وهتعود بالنفع الكبير على الشركة الشرقية. الشركة الشرقية شاول التحالف بهذا الخطاب النواية اللي إحنا مضيناه. اللي بيؤدي إلى أن إحنا نقدر نستخدم فيليم موريس كشريك فيه فكر. إزاي نكبر وإزاي نتواجد فيه كل الصناعات. وأخصوصاً الصناعة الجديدة اللي هي التبغي المسخر. أتصور أنه موريس طبعاً هي كمان بتفكر أنها إزاي تستغل وجودها في مصر عن طريق الشركة الشرقية بوجودها في شركة بلوبل. إحنا نقدر نستفيد من خبراتها في الصناعة وفي تحسين الأداء وتحسين الكفاءة بتاعتنا. وفي نفس الوقت في البرندات وتواجدها الدولي في عدة دول. وبالتالي نقدر نقول أن نحن دخلين على مرحلة جديدة هوية جداً في الشركة الشرقية. يعني ممكن نفهم أستاذ هاني بأن هذه الصفقة ممكن تعطي توسع جغرافي لمنتجات شرقية للدخان غير السوق المحلي؟ الحقيقة إذا فيلم موريس موجودة وهي المعروفة عالمياً وكل مكان الشركة الشرقية الحقيقة هو ده اللي احنا محتاجينه. محتاجين محتاجين أو محتاجين طلاط وتواجد عالمي أو دولي عشان نعرف نتحرك. سواء كان إقليمي في المنطقة اللي حوالينا أو كان في الدول الخارجية. نحن الحقيقة شايفين أن هذا التعاون هيؤدي إلى طفرة في الشركة الشرقية وفي التواجد وفي قوتها. نعم. اليوم المستثمر يتساءل عن هيكل الملكية. أستاذ هاني بالنسبة للشركية للدخان بعد إتمام هذه الصفقة. هل سنشهد أي تغيير حقيقي على ملكية الشركة؟ وما هو المستهدف من هذا الاستحواذ أيضا؟ الحقيقة برضو نزيل نوضح أن هيكل ملكية الشركة الشرقية لما يتغير. جلوبال هي التي تغير في 30%. لكن التغير في هيكل ملكية جلوبال نفسها. فبالتالي جلوبال يملكها شركة اسمها يوكي إيجبت. هي شركة بريطانية. وهي دي اللي حصل فيها التغير ودخلت فيها فيلم موريس من هناك. فإحنا في الشركة الشرقية ما حصلش عندنا تغير في هيكل ملكية. بل هو نفس شركة جلوبال بممثلينها. هم اللي موجودين. وحتى الشريك الإماراتي بنسبته في شركة يوكي الملكة الجلوبال. هو المسيطر. بمعنى هو اللي عنده حصل أغربية. هو اللي عنده 51%. وهو اللي عنده الإدارة. فبالتالي فيلم موريس هي موجودة بطريقة غير مباشرة. لكن ما نتصور أن وجودهم الغير مباشر حيكون له تأثير قوي. وخصوصا زي ما قلت بعد مواضينا خطاب النواية. اللي بيسمح لنا أن احنا نتشارك في خطاب النواية الغير حصري. بيسمح لنا أن احنا نتفاوض ونلاقي فكر استراتيجي. إزاي نكبر وإزاي الشرقية تكبر دوليا بالصناعة بتاعتها. نعم هو طبعا الصفقة غير معلن قيمتها حتى الآن أستاذ هاني. لكن السؤال اليوم هل ستوجه يمكن كل الاستثمارات اليوم من قبل فيليبس موريس فقط للتبغي المسخن. أم ممكن يكون في مفاوضات على منتجات أخرى لهذا التعاون. الحقيقة الخطاب النواية بيتكلم على التدخين العادي. وفي نفس الوقت كمان نظرة مستقبلية جيدة جدا للتبغي المسخن. واللي هو نظريا إحنا شايفين أنه هو الدنيا بتتحول ليه والتحرك بيحصل له. دخلت فيليب موريس بالمنتجات بتاعتها في مصر. ابتدأت هذه حصة كويسة في السوق وبتنتشر. لكن بنقول أنه التواجد الشرقية في هذا السوق قد يدي له دفعة مختلفة عن اللي حصل النهاردة. طبعا إحنا كمان مهتمين وبصين على منتجات التدخين الحديث اللي هي المسخن. وده طبعا إذا اشتركنا مع فيليب موريس اللي هي الفاوندر أو اللي طلع الصناعة دي في العالم. فأتصور أنه حيكون ده من مصلحتنا والمصلحة العامة. لو قدرنا أن نحن ننتج منتج في الشرقية تحت إشراف فيليب موريس. ده حيكون شيء عظيم جدا لكل الناس. عموما يعني التبغي المسخن ممكن تبغي تكاليفه أعلى نسبيا من التبغي العادي. أستاذ هاني أم كيف تسيير عملية احتساب التكلفة للمنتجات الجديدة؟ الحقيقة خطوط إنتاج التبغي المسخن طبعا أكتر بكتير من التبغي العادي. هي تكلفته أعلى. والصناعة والتكنولوجيا بتاعته أعلى بكتير من التبغي العادي. إحنا من الصناعة دي لسه مش موجودة في مصر لا تشنع في مصر. فالاستثمارات اللي هتكون فيها هتبدأ من الصفر. يعني إحنا النهاردة في الصناعة بتاعتنا في التدخين التقليدي. عندنا الخطوط تحضير، الخطوط إنتاج، يعني السلسلة كلها موجودة. وبنشتغل عليها بنحسن فيها. إنما في خطوط التبغي المسخن غالبا هي غالية أغلى من التبغي العادي. وحنبدأ من استثمارات هتبقى استثمارات من الأول خالص. تكلفتها طبعا تكلفة أعلى من الدخان العادي. لكن بنتصور إنه إحنا لو قدرنا ننتج بكميات اقتصادية. هنقدر نوفر المنتج ده للشريحة بتاعتنا بطريقة أحسن يعني. طبعا وأنا بتكلمين النهاردة. بقول كلام دوت إحنا وستير تو أيرلي إن إحنا عندنا أجوبة على كل الأسئلة. إحنا النهاردة بس إعلاننا على المشاركة. وبالتالي فيه لسه اجتماعات كثيرة على هذا الموضوع. على غير ما نصل إلى الإجابات الحقيقية. لكن نقدر نقول إنه الأمبريلا أو المظلة اللي احنا شغالين فيها. هي تعاون وثيق ما بين شركتين كبار. الأكبر عالميا والأكبر إقليميا. في توفير المواد التدخين. اللي هي وخصوصا والاتجاه ناحية التابغ المسخن. وهو الأقل ضررد. علشان المصلحة العامة لكل. إحنا كشركة شرقية هنستفيد بجدنا. هنستفيد بعلاقاتنا مع شركة موريس دوليا. وغالبا الإكسبورت أو التصدير هلازم هلعب بجزء كبير. سواء كان في المنتجات العادية أو منتجات التابغ المسخن. طيب وخطتكم لاستثمارية لنهاية 2024 كالشرقية للدخان اليوم. هلأ سنرى زيادة بحجم الإنتاج أستاذ هاني. وإحنا طبعا شفنا الشرقية من بداية 2024. يمكن أكتر من مرة رفعت أسعار الدخان خلال هذا العام. هل في نية لمزيد من عمليات رفع الأسعار مستقبلا؟ طبعا هيك عرفة أننا في الشركة الشرقية من السنة المالية بتنتهي في 30 ستة. يعني السنة بتاعتنا قربت تخلصها. والسنة الجاية التي تبدأ في 1 سبعة. هي التي نحن نشتغل عليها دلوقتي بالمشاركة مع جلوبل الإماراتية. بالفكر الجديد الذي سنفعله. غالبا سيكون هناك استثمارات محترمة ومهمة لتحسين القدرة الإنتاجية والتواصل والتوابط في المنطقة التي حوالينا. حصل زيادات سعرية مؤخرا. ده حقيقي لأنه زي ما كنا دايما نقول 90% من منتجات السجارة هي مستوردة من الخارج. وبالتالي المكون الدولاري بتاعها عالي جدا. وبالتالي تأثير السعر الصرف الوحده كان له تأثير قوي على تكلفة المنتج بتاعتنا. هو كان لازم إن إحنا نلحقه بزيادات سعرية معينة. إحنا الحقيقة ما زلنا بنشوف إنه في زيادة تكلفة. لكن إحنا موضوع الزيادة السعرية ده ليه نظام وليه اتجاه. بندرسه وبشدة داخل مجلس الإدارة قبل بيتم إفراره. اللي بنقدر نحتويه هو ده اللي احنا بنضطر إنه نزوده في علبة السجارة. لكن اللي أقدر أقوله إن دلوقتي ما فيش تفكير في زيادات أخرى. نحن شايفين السهم يمكن من بداية العام عم بتراجع بـ 12% أستاذ هاني. هل في نية لشراء أسهم خزينة أيضا للشركة للفترة المقبلة في ظن هذا التراجع اللي شاهدناه من بداية 2024؟ التراجع الحقيقة كان سببه واضح وصريح هو إنه الشركة ما كناش قادرين للظروف الاقتصادية اللي كانت تدمر بها الدولة. ما كناش قادرين إنه إحنا نوفي السوق أو طلب السوق بكل الكميات اللي كانت موجودة. وبالتالي حصل إن المستثمرين يبدو إنه هم فكروا إنه الشركة مش هتقدر تكون موجودة زي قبل كده. إحنا نطمن كل الناس. نطمن كل المستثمرين بتوعنا. أنا لسه دلوقتي قبل الجلسة دي على طول كنت قاعد في جلسة مع تقريبا عشرين مستثمر أو صندوق كبير. وبالحقيقة خارجين كلهم مبسوطين. تواصلنا معهم وفهمناهم إيه السكة ماشية إزاي أو إحنا بنفكر إزاي إيه خطتنا المستقبلية. إيه دور جلوبال. والحمد لله النهاردة بالإعلان عن موضوع التواجد فيلم موريس في الصورة معنا وتأثيره علينا المستقبلي. بنتصور إنه السهم لازم حيرجع تاني. إحنا نتائجنا الحمد لله لغاية دلوقتي نتائج مخترمة جدا. الأسبوع الجاي حنطلع بالقوائم المالية بتاعتنا بتاعت الربع الثالث. وشكلها مباشرة بالخير. ويبدو إنه شرطة الحمد لله في منطقة جيدة جدا من التعافي. إحنا الحمد لله نقدر نقول إن تعاقدتنا مع التابغ والمواد الخام. ابتدت فتحنا بكميات كبيرة. منتظرين ورود المواد التابغ والخامات كلها في خلال الفترة اللي جاية. وبمجرد وجودها هتدفع فورا. وبالتالي هنرجع عن السعيد مكانتنا تاني. جلوبال كان عنده اتجاه واضح بما يطلق عليه الرجوع وقوة للسيطرة على السوق والتواجد الفعلي والاسترجاع الحصة السوقية وبشدة. فالحمد لله نقدر نحن ماشيين في خطوة قوية جدا. نبدأ من النهاردة نبص على السهم تاني ونشوف بيزد على أو بناء على تواجدنا الفعلي في السوق وتواجد نتائجنا. وإن شاء الله القوائم المالية لما تنزل أو نعلن عنها في الأسبوع القادم سيكون لها وضع كمان مختلف. نتمنى لكم التوفيق دائما. أستاذ هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان. كنت معنا من القاهرة. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.